السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة تفسير الرؤى والأحلام اليوم في هذا الفيديو سوف نتكلم عن تفسير رؤية الحذاء الأبيض في المنام للبنت العزباء إن رؤية البنت العزباء للحذاء في المنام بشكل عام يدل على السعادة، الفرح، التفوق، النجاح، الزواج، الخطوبة وإذا رأت البنت العزباء أنها اغطنت حذاء أبيض ولم ترتديه فهذا يدل على أن هناك شخص مناسب لها سيتقدم لها ليطلبها للزواج ولكنها ستتركه وتضيع على نفسها فرصة عظيمة جدا جدا وتلطيخ الحذاء بالأوساخ عند السير به يشير إلى زواج هذه العزباء من رجل صالح وهناك ناس من حولها يحاولون تخريب هذه العلاقة من خلال الشائعات الكاذبة وارتداء البنت العزباء للحذاء الأبيض ذو الكعب العالي يدل على قرب زواجها من رجل صالح له شأن كبير وله مكان عالي أخلاقيا واجتماعيا ومن رأت أن هناك من أهدها حذاء أبيض لترتديه وارتدته وكان مناسبا لها فهذا يدل على أن هناك شخصا ما سوف يدلها عن زوج صالح يناسبها وستنعم بالحياة والاستقرار معه واللون الأبيض بشكل عام في المنام في الأحذية يدل على الراحة النفسية والسعادة التي ستنعم بها هذه العزباء ومن رأت أنها ترتدي حذاء أبيض اللون مبهج ويلفت الأنظار فهذا يدل على الحياة السعيدة التي ستنعم بها هذه العزباء وهذا يدل على التفوق دراسيا وعمليا والزواج من شخص مناسب لها وسوف يكون هذا الزوج محط أنظار للجميع لجمال طلته وحسن خلقه ومكانته بين الناس ومن رأت أنها ترتدي حذاء أبيض وكان به عيب أو متسخ فيدل هذا على أنها ستقع في مشاكل كبيرة أو أنها ستتزوج من رجل غير صالح لها فعليها الحذر في اختيار شريك حياتها وهنا قد انتهينا من هذه الحلقة أتمنى من الجميع الآن الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم الحلقات أول بأول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته